السلام عليكم اليوم نحن في مكان صراع الحق مع الباطل اليوم نرى التاريخ في الحركة الديناميكية بتاعته التي استطاعت أن تخرج لنا بواعة الإيمان من هذا المكان اليوم نرى المكان الذي كان يحاول فيه النمرود الملك أن يحرق أو يحرق إبراهيم عليه السلام من هذين العمودين كان المنغنيك من هذين العمودين كانوا يحرقون إبراهيم عليه السلام من هذين العمودين في المكان اليوم أيضا نرى قوة إيمان إبراهيم الفتى فتى يذكرهم يقول الله إبراهيم الفتى اليافع الصغير في العمر الذي تحدى العالم كله بإيمانه اليوم يمكننا أن نرى قوة إبراهيم الفتى الناميكية ليجد الله من خلال مخلوقاته اليوم نرى قوة إبراهيم الفتى الناميكية الذي كان يرى قوة إبراهيم الفتى الناميكية في خلاله في النجوم في الشمس في القمر في كل هذه المخلوقات اللي يرى فيها ربه ولكنها كانت تأفل فرفض أن يعبد إلها يأفل ودعا دعاءه إن لم يهديني ربي أسك هز قاد هز لورد تجايدهم فور جايدنس واليوم أيضا في الخلف هنا قد يكون المعبد يوم الزينة ويوم العيد حين ذهب الناس للاحتفال وتحقق إبراهيم بالمرض نرى في الخلف من هنا قد يكون المكان الذي كان فيه المعبد الذي تعبد فيه الأصنام وإبراهيم اعتذر بالمرض وفي النجوم في الخلف من ذلك الناس إبراهيم قالهم أنه يأخذ من المعبد وليس لا يمكن أن يخرج معهم لذلك يذهب إلى المعبد وذهب إلى المعبد يذهب إلى المعبد لتحدث عن هذه المعبد ويقول لهم أن يرغب عليهم المعبد لا يمكن أن يكون المعبد لا يمكن أن يكون المعبد لا يمكن أن يكون المعبد وتحدث وكأنه يخاطب هؤلاء الأصنام الذين يعبدون من هؤلاء الناس فلم يجيبوه أحد فنعرف القصة أنه كسر كل هدني الأصنام وعلق المعولة في رأس أكبرهم ويجيبوه أحد ويجيبوه أحد ويجيبوه أحد ويجيبوه أحد على المعبد من المعبد ويجيبوه أحد وعندما أتا الناس ورأوا هذا قلوا فتن يذكرهم يقال الله أبراهيم قالوا يقلوا أحد أصاب جيدا يقلوا يقولون يخطرون وعندما أسألوا من فعل هذا بأليهتنا يا إبراهيم عندما أسألهم من فعله جميع الأصنام إبراهيم قلوا أسألهم المعبد 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 هم سيماعي وإنه قالوا يقولون كبيرهم إن كانوا ينطقون فعلموا أنهم على خطأ لكنهم تكبروا وتكبروا وعاندوا فقالوا انصوروا يا آلهتكم يعني انصوروا آلهتكم ولم يستمعوا إلى كلام إبراهيم الفتى عليه السلام وعملوا النار أنشأوا النار في هذا الوادي تحت سنراه فيما بعد وعاندوا فقالوا كبيرا وعاندوا إبراهيم بين هذه المنغانيق على الأقل هنا يمكن أن ترى وضعوا إبراهيم حول هاتين العمودين ليلقوه بالمانغانيق إلى الهاوية فماذا قال الله سبحانه وتعالى فقلنا لا كونس بردا وسلاما على إبراهيم وفي اليوم نرى كيف يسروا إبراهيم من هنا عليه السلام إلى المنغانيق إلى المنغانيق إلى المنغانيق لتكبره بالمغانيق ولكن الله قال المنغانيق بترك nothing green what is inyo وكيف يحزي عندها حتى الح объяс souls هذا Rudolf من المنغانيق وفي اليوم التلقض بين إبراهيمي و أbandsنبرو رب ما احد حز حين نبرو أبراهيم قلنهم أحد الحزن وفي عدد رب ما أحد حزن تلق têm حزن بعد حين نبرو ان ربي يحى و �fullreibt فأنا أحيه عميد ثم إبراهيم قالهم إن الله يأتي بالشمس من المشيق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر إبراهيم قالهم الله أعطي الهواء من الألوان وإنك أعطيه من الألوان لذلك النمرود ومع ذلك الناس كانوا شوق هذا هو التعامل بين الحقيقة والنجاست بين الحقيقة والحقيقة والحقيقة بين الألوانسي والحقيقة والمحاول وفي الحقيقة بالأمور سؤالي اليوم رسالتي اليوم للشباب إبراهيم كان فتاة يذكرهم كان شاب في عمر السابع عشر أو التامنة عشر أو التاسع عشر إبراهيم كان مجرد في عمر 17 18 19 ما نفعله في هذه عمر أخوة هؤلاء والمجر ما نفعله عندما كان إبراهيم وحده أما في عبادته و أما في إيمانه و أما في عمله و أما في تحديه للظلم والكفر والزور والبهدان كان هذا هو إبراهيم في عام 17 ، عام 19 ، عندما كان إيماناً كان إيماناً للأمامة ، إنها جداً أكثر ، قلوبة ، وحيدة للتعامل والتعامل للنمروض والتعامل للنمروض ويصبح أصدقاء فقط لك ، أليس المدين والدنين لا تستطيع لا تحبطوا بما يحدث في سوريا أو يحدث في اليمن أو يحدث في العراق أو يحدث في جنوب السودان أو يحدث في ليبيا أو يحدث في أي مكان أو الروهينجا لميامار أو لأريتريا أو إلى آخر لا تحبطوا أبدا فإن إبراهيم كان أمة لا تحبطوا أمانون لا تحبطوا أمانون لا تحبطوا بمعارضوا فيما ترى ما ترى في اليمن أو في سوريا إلى إراك أو لبييا أو أريترا أو الروهينجا لا تحبطوا أمانون لتعطي الحرية والحق للحالم خذوها كخطوة أمام لتجعل العالم يتمتع بالحرية وتمتع بالحق وتمتع بالعدل وتمتع بالمساواة وتمتع بالإخاء وتمتع بإساء الحقوق وإنساء السلام أموان ومتعة من الأشياء من قصة إبراهيم ستكون لك وفي أخير أن تلك المساواة موجودة وكثير من القلوب لكن تأخذ منها لتعطي الحقوق وانطرية ومحلية ومعلاى أموان 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 عقليا للمروذين ومأموهم للمعرض لم يكن لذلك في نفسها لم يكن لذلك في نفسها ورواograf أنه كيف قد تشتري النمروذ والمماء ورواك بكيف عن هذا المكان تشتريد إبراهيم وهم واحد يمسى كانت تصفه في رأسه تصفه باللغة الأمه شاب واحد فقط كان إيمانه كأمان أمة أمة بأكملها كونوك إبراهيم عليه السلام كونوك عيسى عليه السلام كونوك موسى عليه السلام كونوك يوسف عليه السلام كونوك محمد عليه السلام كونوك يعقوب عليه السلام كونوك كل هؤلاء إبراهيم محمد موسى عيسى يوسف يعقوب كل الأنبياء نوح كل الأنبياء إن أمتكم أمة واحدة Your أمة is one أمة وأنا ربكم فعبدون And I am your Lord Worship me This is the crunch of the matter And this is the message هذه هي قلب الرسالة التي نريد الشباب أن يؤمن بها لا للإحباط 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 فهذه وعلم أن الض餐 يأتي من the mighty Lord الله سبحانه وتعالى and the guidance comes from his prophets صلى الله عليه وسلم وأعلموا أن الحق يقام من الحق نفسه سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى والهداية والرؤية والبصيرة تأتي من رسالة الأنبياء لس Tratna al yom ala nuchbat vilas Tratna al yom ala nuchbat Vas Tratna al yom ala nuchbat Vak regarder ni essa at this Iblay 말씀 when they threw Ibrahim alaihi s-salam into the valley to burn him for our mess be like Ibrahim alaihi s-salam Aku levelекс the father of all the prophets salallahu alayhi s-salam o治 răng بأجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أورفا في تركيا.